اشتركوا في القناة وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج وحديثنا في هذه الحلقة حول سورة عظيمة من سور القرآن العظيم وهي سورة تعدل ثلث القرآن سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قارئا يقرأ في السحر قل هو الله أحد يقرأها فيختمها ثم يعيد قراءتها ثم يختمها ثم يعيد قراءتها وهكذا فاستغرب هذا الصحابي فعل هذا الرجل الذي يقرأ سورة قل هو الله أحد بكثرة فذهب هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بصنيع هذا الرجل يريد أن يعرف ما حكم هذا الفعل كأنه يتقالها يعني كأن هذا الصحابي يرى أن فعله هذا ليس بالشيء الكبير العظيم وإنما هو شيء يسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن نعم القرآن ثلاثة أثلاث من حيث المعنى معاني القرآن على ثلاثة أوجه الوجه الأول الوجه الأول أخبار عن الرب سبحانه وتعالى أوصاف الله سبحانه وتعالى أسماء الله سبحانه وتعالى هذا الوجه الأول في القرآن آيات كثيرة في الإخبار عن أسماء الرب وأوصافه هذا الوجه الأول من أوجه القرآن من حيث المعنى الوجه الثاني أوامر ونواحد أحكام يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين وينهى المسلمين عن أمور يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أحكام وأمور ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عنها هذا الوجه الثاني الوجه الثالث أخبار عن الأمم الماضية عن عاد وثمود وإلى آخره فالقرآن ثلاثة أثلاث وقل هو الله أحد خالصة في أوصاف الرب وأسمائه فقل هو الله أحد كلها من أولها إلى آخرها أوصاف وأسماء للرب فهي خالصة في ثلث من أثلاث القرآن التي ذكرتها من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ومن هنا يسميها أهل العلم سورة الإخلاص لماذا؟ لأنها خالصة في أسماء الرب وأوصافه قل هو الله أحد إسماني كريمان الله أحد الله الصمد إسماني كريمان لم يلد ولم يولد وصفاني للرب سبحانه وتعالى بأنه لا يلد ولا يولد هذه من الصفات المنفية ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي النظير عن الرب سبحانه وتعالى لكماله فهذه السورة خالصة في الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى فلذلكم سميت سورة الإخلاص هذه سورة من السور العظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من سرايا المسلمين في أمر من أمور المسلمين وجعل على السرية أميرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على السرية أميرا فكان هذا الأمير يصلي بأصحابه في سفرهم ويختم كل ركعة بقول هو الله أحد فاستغرب أيضا الصحابة فعله لماذا تفعل هذا فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن هذا الأمير الذي جعلته على السرية كان يأمنا في السفر ويختم كل ركعة بقول هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه سلوه لأي شيء يصنع ذلك فذهبوا وسألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها أي هذه السورة أي هذه السورة مجتملة على أوصاف الرب سبحانه وتعالى لذلكم أنا أحبها فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه بأن الله يحبه أخبروه بأن الله يحبه فهذه حبه لهذه السورة التي اجتملت على أوصاف الرب سبحانه وتعالى كان سببا حصل به هذا الصحابي حب الله عز وجل حب الله عز وجل له سورة الإخلاص لها أسماء منها صفة الرحمن لهذا الحديث الذي ورد إنها صفة الرحمن وأنا أحبها ومنها سورة الإخلاص ومنها المقشقشة المقشقشة نعم سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون تسميان بالمقشقشتين التي تقشقشان الذنوب كما يقشقش الهناء الجرب فيذهبان الذنوب كما يذهب الدواء المرض هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في صلاة سنة الفجر فسنة الفجر يستحب للمسلم في سنة الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وأن يقرأ في الركعة الثانية بقول هو الله أحد وأيضا يستحب لمن صلى سنة المغرب راتبة المغرب ركعتان بعد صلاة المغرب يستحب له أن يقرأ بالأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقول هو الله أحد وأيضا يستحب لمن صلى الوترة ثلاثة ركعات أن يقرأ بالركعة الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة أن يقرأ بقول هو الله أحد ويستحب كذلك لمن طاف حول الكعبة وأراد أن يصلي ركعتين أن يقرأ بالركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بيقول هو الله أحد النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين السورتين لأن قل هو الله أحد سورة تدل على أوصاف الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وهذا هو توحيد الأسماء والصفات وقل يا أيها الكافرون سورة تدل على الإخلاص للرب سبحانه وتعالى فهاتان سورة التوحيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجمع بين هاتين السورتين العظيمتين سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون بذا تم الحديث في هذه الحلقة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا وأنشطتنا وفعالياتنا من خلال هذا اليوم نلتقيكم غدا مع أنشطة وفعاليات أخرى ومختلفة بإذن الله لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر